خير واهلا بكوا اه الفيديو رقم اه خمسة وتمانين اه في سلسلة كابسولت الصباح اه والعنوان النهاردة من كتاب اللي فيه مقتطفات من كتاب بيتر دراكر بعنوان التحدي في التجارة اه الالكترونية او تجارة عن طريق الانترنت الموضوع ده اه تكملت اه يمكن اه اخر موضوعين ثلاثة عن قصة الاي كوميرس والنقطة هنا بيتر دراكر بيتكلم عنها بسيطة جدا ازاي انه التجارة عن طريق الانترنت لو فاكرين لما قلناها من كام فيديو كده ان هي من اقوى الحاجات اللي تسببت فيها هي ان هي channel of distribution ان اصبح ما بقاش مجرد صاحب المنتج بينتج الشيء وخلاص ولازم تروح لغاية عنده عشان تشتريه اه لا دلوقتي بقى الانترنت سمح بقنوات من التواصل والتوزيع وبقى تقدر تشوف اختيارات مختلفة في اماكن مختلفة اه وانه في بيزنسز كتير بتفتح عن طريق الانترنت مش بالضرورة هو اللي بينتج الحاجة بس هو قنال التوزيع بتاعها زي ما بتشوف كده ايه على امازون امازون مثلا ما بتنتجش حاجة لكن عندها مخازن والحط خلال حاجاتي في المخازن وبتوزعها لك او حتى كمان في احيانا منتجات بتبقى بتعلن على امازون وهي مش موجودة البضاعة بتاعتها والمنتجات بتاعتها مش موجودة اصلا في المخازن بتاعت امازون اساسا فالفكرة في الاي كوميرس كانت قنوات الديستريبيوشن والسابلاي تشين وغيرت شكل الديستريبيوشن بشكل كبير التشالنج بقى اللي بيتكلم عليه بيتر دراكر هنا انه بالنسبة بقى للناس اصحاب البزنسز الصغيرة اللي حسوا ان حاجة زي كده هم مش هقدروا يوكبوها انا النهاردة البزنس بتاعي محل صغير في شارع صغير وكان شغال كويس ولا حتى لو في شارع كبير ولا في مكان كبير بس جمحة جهة زي امازون ولا سوق دوت كوم ولا اي اماكن تانية بدأت تستغل الانترنت كقناة جديدة للوصول لعدد كبير من الكاستمرز واصبح دلوقتي انا شغلي مهدد وهي دي الحدة اللي هو كان بيتكلم عليه ان كان فيه في وقت اكتابة الكلمات دي طبعا كان فيه خوف من ان قنوات التوزيع الجديدة اللي عن طريق الانترنت والاي كوميرس دي هتاكل البزنس السغيرة وهتمحيها فكانت نصحته هو اول حاجة اللي هو بيتكلم عليها هي ايه اولا انه ده مش ضروري وانه فيه دروس تانية في تاريخ التجارة والصناعة يعني حصل فيها ان الناس قلقت من ان منتج جديد او شكل جديد او تغيير جديد هيجي هيمحي كل القديم لكن مش ده اللي حصل وبالعكس احيانا نزود القديم اكتر لانه بدأ يفتح قنوات كتير والناس كتير بدأت تعرف عن الحاجة بشكل المنتج ده او الخدمة دي بشكل احسن او ان كانوا بيوصلوا لمرحلة من التوازن والتعايش ما بين الاتنين فكان اول نصيحة لنا هو انه لا مش بالضرورة ان الموضوع هيبقى الجديد هيجي ياكل القديم كله دي حاجة والحاجة التانية انه ما انتش عارف مش هتقدر تقعد تتنبأ بالتأثير هيبقى شكله ايه بالزبط هو انت عارف ان التغيير هيحصل لانه جاي وبقوة لكن هيطلع ايه في الاخر هيمحي كل القديم هيحصل تعايش ايه بالزبط اللي هتأثر ايه اللي مش هيتأثر فكان بيقولك ان انت ما تقدرش تضيع وقت كتير في التنبأ وفي نفس الوقت ماينفعش تقوم الموضوع وتهرب منه او تقول انه مش هيحصل وخلاص فهيبقى احسن حاجة ان انت وتمشي مع الطيار وفي نفس الوقت بتدرس عن قرب التغييرات اللي ايه اللي بتحصل وتبتلي تبقى عندك من الاجيلتي او المرونة وعندك من الوعي انك تقدر ايه تتحرك بالبزنس بتاعك طيب مش كلنا عندنا تجارات احنا بندرها بنفسنا ومش كلنا متأثرين بموضوع الاي كوميرس كشانل اف ديستريبيوشن جديدة هتأثر على البزنس الحالي لكن كتير مننا ان لم يكن كلنا في كل صناعة او في كل مجال بنشتغل فيه شايفين حاجة جديدة جاية وخايفين ان هي هتبوز القديم كله او هتغير القديم ده كله ونعمل ايه ونبتدي نقلق وعشان كده لو خدنا من القصة دي نشوف ان الموضوع بتاع الخوف من الكانيبلايزيشن في مسألة الاي كوميرس اللي هو اتكلم عليها خصوصا في الدرس اللي بنقوله النهاردة او لو خدنا بشكل عام ده تطبيق عملي للقصة اللي كنا بنقولها بتاعة the future that already happened ازاي ان انت تشوف المستقبل اللي already حصل الحاجة اللي دلوقتي واضح ان هي اللي هتشكل المستقبل بتاع بكرة وازاي ان انت تقرأ اللي حصل دلوقتي وما تقوموش كتير لان مقاومة التغيير هتبقى اصعب من التغيير في حد ذاته فده اللي عايز اقوله ايه ان الدروس العامة اللي يمكن بدأنا بيها وهيجي منها تاني واحنا ماشيين وبنقراها في اماكن كتير الدروس العامة هتلاقيها هي هي بتقعد تتكرر باشكال مختلفة فهتقدر تقرأ كتب كتير بس في الاخر هتبص تلاقي هما الموضوع دايما بيدور معاك اربع خمس ست حاجات هما دول الايه الرئيسيين وهنا بنتكلم على فكرة ان انت دايما يبقى عندك الوعي وصاحي بتقرأ الدنيا اللي حواليك وبتجهز لها ومش بتقوم التغيير وانما بتبقى قادر تعرف ان مدام هتحصل ازاي يستغلها وازاي يستفيد منها علشان افضل انمو وافضل عايش في المكان اللي انا فيه او في المجال اللي انا فيه او حتى اقدر اغير وتطور فاللي عايزين نقوله ايه? الشالنج من الاي كوميرس كان قصة الكانباليزيشن والخوف منها دي حاجة سبيسيفك الدرس العام اللي نقدر نشوفه انه ان انت تدرس الدنيا اللي انت فيها ما تقعدش تضيع وقت كتير في التفكير النظري والخوف وانما يلا بقى يعني دهست نفسك درست ذاكرت انزل بقى السوق ابدأ اشتغل معاها ابدأ عيش معاها ابدأ تقبل انها موجودة واستنى بقى ساعة هشوف ايه حقيقة اللي هيحصل مش دايما الموضوع بيبقى بالزبط زي ما بتكون متخوف او متخيل وفي نفس الوقت مش هينفع تبضل حاطت راسك في الرمل وفاكر ان مفيش حاجة هتحصل اصلا مجالات كتير بيحصل فيها دلوقتي الموضوع ده مجال الادوية مجال مجالات تانية من من التجارة اه في وعلى حسب الاسواق المختلفة يبقى عرفنا درس سبيسيفك عن الاي كوميرس وعكسناه على درس عام اه لينا احنا نقدر دايما نشوفه ايا كانت الصناعة اللي احنا شغالين فيها اه ده كان باختصار الموضوع بتاع التشالنج في الاي كوميرس وانعكاسه العام اللي نقدر نستفيد منه يا رب يكون الموضوع عاجبكو ويك اند سعيد ان شاء الله ربنا وفقنا ووفقكو جميعا بازن الله واشوفكو يوم الحد في بداية بقى وسبوع جديد ان شاء الله مكملين الرحلة مع بعض شكرا على تشجيعكم وكمنتاتكم واخلوني برضو ايه اعرف منكم ورأيكم في المعلومات اللي بنتكلم فيها والدروس اللي بنتكلم فيها واي اسئلة تانية نقدر ان شاء الله نتكلم فيها مع بعض صباحكو جميل ومع الف السلام اشوفكو على خير باسن الله مع سلام